اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المؤمن للشركة التأمين والمؤمن للعبد الرحمن والسيارة هي الشيء موضوع التأمين اذا يفترض بعبد الرحمن ان يدلي بكل الامور حولها ايش الشيء موضوع التأمين يتكلم عن السيارة مولي لها ما حد لان سابق تفاصيل يعطي شركة التأمين كل شيء كل المعلومات عن هذه السيارة حتى يبدو ايش بالتأمين الاصل ايضا في شركة التأمين ان تعطي عبد الرحمن كل شيء عن التأمين عن الاشتراطات عن التغطيات انواعها التعويضات الاستثناءات التحمل الاجباري حتى يكون على بينه مش يأمن وراكن انه مؤمن او مطمئن انه مؤمن وبالاخير عند اقرب حاجة يقول له ايش هذا ما يعطيش التأمين وذاك حمل اجباري وذاك مستثناء وهكذا فبالتالي يفترض في مبدأ حسن النية انه الجميع يجيب المعلومات بكل جفافية وكل مستقبل وكل وضوح حتى يكون المؤمن والمؤمن لا على علم واضح بكل التفاصيل لما ذكرت لكم سابقا وكان عندي نموذج يعني بوليس التأمين يعني تقريبا في عشرين ثلاثة ورقة لا اعتقد ان يكون لنا استقرأها لكن الاصل في موظف التأمين ان يطلع صاحب الشيء موضوع التأمين او المؤمن له على كل التفاصيل وايضا المؤمن له يطلع شركة التأمين على تفاصيل الشيء المؤمن المبدأ الثاني مبدأ المصلحة التأمينية وهذا يفترض ان يكون لصاحب التأمين مصلحة تأمينية اذا ان صاحب السيارة لك مصلحة تأمينية في هذا الشيء طبعا اللي يتابع معنا في الكتاب صفحة 92 وعندنا المبادئ التأمينية هذه واحدة الحاملة احنا نحاول قدر الإمكاني ان نختصرها تقرأها ونتحدث عن ستة مبادئ مبدأ الحلول والمشاركة والتعويض والسبب القريب والمصلحة التأمينية ومبدأ حسن النية وبدأنا بمبدأ حسن النية معكم فقد يكون هناك إخلال من مبدأ حسن النية من قبل المؤمن إما إخلال إيجابي إما إخلال سلبي إخلال السلبي إخفاء الأمر الجوهري بالقصد يعني السيارة هذه بتكون فيها خلال وكذا طبعا الأصل في شركة تأمين انه يعني يفحصوا كل شيء لكن من الصعوبة بالمكان يفحص كل السيارات يفحص كل المصانع والمخازن وكذا بيرسلوا مختص تأمين يفحص هذه الأشياء لكن ليس بالضرورة أنه يكونيش على علمه وطلع بكل التباصل لكن الأصل في صاحب التأمين أو المؤمن له أن يعطي كل المعلومات لتدلالة أيضا من الإخلال السلبي أن يعطي معلومات مضللة وبيانات مضللة مثلا قيمة السيارة بيكون مش بالشكل اللي طرحوا أيضا وكذا في إخلال إيجابي عادة إظهار الأمر الجوهري بسبب السهو يعني نسى ما يوضح أيضا قد يكون أعطى معلومات خاطئة بحسنانية يعني الأخي عبد الرحمن في موضوع السيارة ماذا يقول سيارة موديلها كذا ما فحصنا ولا كشفنا عليها وبالتالي أمنناها وعند الحادث يقول السيارة حقي لا مش ذاك اللي موجودة في أنا غلطت وكان عند المشكلة وما كنت مركز وكذا وبالتالي هذا أي شيء خلال الإيجابي ما أتخاف عبد الرحمن شوية ولا ننقل واحد آخر أيضا طبعا قيمة التعويض عادة مقدرة طبعا بنصل إليها قيمة الخسارة في القصة المدفوح على القصة الواجب هذا بنصل إليها في بعض التطبيق إذن المبدأ الثاني لمصلحة تأمينية أن يكون لصاحب التأمين فضلي الإجراء إذا في الإخلال السلبي يحق لشركة التأمين إلغاء العقد كله أكيد أكيد ولا تعوضي والإيجابي اللي دفعت ممكن لاحظوا في مبدأ في مبدأ في بوليسة أسماء تحكيم طبعا لاحظوا أنه ليس بالضرورة أن يصلوا إلى أنه نلغي البوليسة ونفعل مخالصة وكذا يعني قد يصلوا إلى تحكيم مثلا إذا ما اتفقوا في التحكيم وهذا قد توفي قبل ما يجي أبو يأمن عليه وأنه كان هذه العملية كلها من أجل عملية احكيال من أجل الحصول على مبلغ من الشركة وبالتالي الشركة وقفت كل شيء ورفعت دعوا قضايا ضده لأنه يعني محتال وهكذا وبالتالي هنا فيه إخلال سلبي الإخلال الإيجابي يعني مش عارفة للتفاصيل لكن ما يصل إلى أنه يكون جرما مثل هذا يعني ممكن ما يعطي كل تفاصيل الشيء المؤمن له وكذا واضح؟ أيها واضح إذا نواصل إذن عندنا مصلحة تأميني لابد أن يكون للمؤمن له إذا لابد مثلا إذا شخص يريد أن يؤمن على حياة شخص لابد أن يكون لديه مصلحة تأمينية فيها لأنه ربما قد يفتعل خطر من أجل أن يحصل على لماذا؟ على تعويض وبالتالي لابد أن تكون المصلحة مادية أيضا لابد أن تكون مشروعة غير مخالفة لا للقانون ولا للآداب ولا للقيم ولا للأخلاق ومثلا لا يجوز التأمين على المخالفات المرورية مخالفات لا يمكن أن يؤمن عليه أيضا التهريب صفقات المحرمات في الدين الإسلامي أو أي بيوت أو فنادق أو غيرها تتعارض مع الدين الإسلامي ألا يمكن التأمين على هذا هذا في التأمين الإسلامي طبعا لكل دولة قوانينها ما يكون غير متاح عندنا قد يكون متاح في بلد آخر يعني مثلا الرجل يؤمن على زوجته لأنه له مصلحة تأمينية في حياتها أو العكس مثلا أيضا والده مثلا وهكذا في مصلحة تأمينية المبدأ الرابع مبدأ السبب القريب أو المباشر وهذا لا بد أن يكون في سبب مباشر أو سبب فعال أدى إلى وقوع الخسارة يعني شب حريق بسبب زلزال ونتج عن هذا الحريق خسائر إذن شركة التأمين لا تلتزم بدفع التعويض لأنه السبب ليس الحريق بذاته وإنما السبب كان زلازل فإذا لم تكن الوثيقة مؤطية زلازل هل شركة التأمين تقول لك أنت أمنت عندنا حريق ولم تأمنت زلازل وكان هذا الحريق بسبب أنه تهرباء وقع لهزة والكذا فسقطوا على بريدنا وحرقوا وبالتالي السبب القريب ليس الحريق بذاته وإنما الزلازل أو براكين مثلا وهكذا أقرأها طبعا ما من الصدقين نقرأ كل شيء ونشرح كل شيء لأنه نحن ملزمين بوقت على جمع المواصل في الكتاب أيضا عندنا المبدأ الخامس وهو مبدأ التعويض هذا المبدأ يقضي بأنه لك الحق مؤمن مؤمن لا يحصل على تعويض نساوي الخسارة الفعلية أو مبلغ التأمين أيهما أقل ما الفرق بين الخسارة الفعلية ومبلغ التأمين أنت في الخسارة الفعلية تكون أمنت مثلا سيارة بمليون ريال لكن حصل لها حادث ما تضررت إلا ما يساوي مئة ألف ريال وبالتالي ما تستطيع تقول لشركة التأمين عوضوني مليون ريال لأنه شركة السيارة فتضررت لأنه فقط الخسارة الفعلية تساوي مئة ألف أما إذا كنت أمنت السيارة بخمسمائة ألف وقيمتها مليون وحصل لها حادث واحترقت تماما فبالتالي أنت سيدفع لك مبلغ التأمين فقط لأنه أنت أمنت بخمسمائة ألف إذن التعوض المدفوع بيساوي الخسارة الفعلية بحد أقصاء أو مبلغ التأمين أيهما أقل تقرأوا هذا وإذا عندكم أسئلة ممكن من نهاية المحاضرة أو المحاضرة القادمة نخصص جزء للأسئلة اللي عندهم كتاب يفتحوا صفحة مئة وأربعة في مسألة عندنا هنا أو نفعل لكم شير ممكن أنا شير لكم الكتاب هم فتحنا الكتاب صفحة مئة وأربعة أوكي إذن أمن شخص على مصنع بمبلغ مليون أحدوا عندكم في الشاشة واضح صح ولا لا نعم صحيح نعم إذن أمن شخص على مصنع بمبلغ مليون ريال لدى شركة تأمين خطر الحريق حدد حريق بالمصنع نتج عنه خسارة بكثارها فقط ستينئة ألف ريال لا يكون التعويض الذي يحشر عليه المؤمن من شركة التأمين مع العلم أن قيمة المصنع وقت خطر الحريق كانت ثمانئة ألف فقط وبالتالي عندنا قانون ما تنسوا كثافة التأمين يعني كم ستدفع شركة التأمين نسمي كثافة التأمين نسبة التأمين المدفوح مبلغ التأمين المدفوح يساوي مبلغ التأمين اللي أمن يوم يوم موقع على البوليسة أو يوم أخذ البوليسة على قيمة الشيء موضوع الدأم إذن كان أمن صاحبنا بكم؟ بمليون يوم الحريق كم كم قيمة المصنع؟ ثمانمائة ألف ثمانمائة ألف إذن ممتاز إذن بيكون معنا مليون على ثمانمائة ألف كم بيساوي؟ هو 1.25 إذن هل معنى هذا أن الشركة تدفع له 1.25 لا معناته أنه الكثافة أكثر من الواحد بتعوضه إذن إذا كان أكثر من الواحد يحصل على الخسارة كان له وبالتالي هنا في هذه الحالة يدفع له فقط 600 ألف الخسارة البعيد ماذا لو كان بنصل إليها طبعا كانت لو لكنا بنغير على هذا ممكن نفعل مثال آخر هذا المثال رقم 4.2 صفحة 105 شخص أمن على المصنع وكان قيمة المصنع ثلاثة مليون ريال حدث حريق وكانت الخسارة بقيمة 500 ألف ريال لكن قيمة المصنع يوم حدث الحريق كانت بقيمة أربع من طبعا كمناصحة إدارية لكم لأنه مستقبل اللي بيشتغل في هذا الجانب طبعا إذا شتغلت في أي شركة وكذا إذا أحدث شيء يعني عندك مصنع أو الساعة أو لا كذا لا بد تستطيع شركة التأمين تقوم بقيمة أميش ونطفت التوتع إذا عندك نقص بعد شيء أو لا كذا تستطيع شركة التأمين يفعلون لك تسكاونت أو يبعدوا على طول مباشرة اللي يبعدوا ولا تخلصت منه وبالتالي لا بد تكون مع شركة التأمين لأنه البعض يأمن ويرجم بوليس التأمين كذا لا آخر السنة ولا ما يحدث بحد لا بد أن تكون علاقتك مستمرة مع شركة التأمين سواء بإضافة كذا لأنه لو حصل حريق حالة صاحبنا الآن هذا بالمثال قيمة المصنع ثلاثة مليون عند التأمين قسارة خمسينية ألف قيمة المصنع عند حدوث الحريق أربعة مليون وبالتالي عندنا حالتين حالة الأولى لاحظوا شرط السببية ركزوا عليه في الانتحان وأيضا تفهموها في حياته شرط النسبية عفوا شرط النسبية معناه العقد خاضع للنسبة والتناسب فإذا ما حصل حريق بخمسمائة ألف وكانت قيمة المصنع أربعة مليون ولكن التأمين الفعلي كان بثلاثة مليون وبالتالي هو يقول لك أنت أمنت يوم أمنت بثلاثة مليون ولكن الآن قيمة المصنع أربعة مليون إحنا بنأمن لك فقط ما يتاوي ثلاثة أربعة ونعوض نحن ثلاثة أربعة الخسارة لأنه قيمة المصنع الفعلية أكثر من قيمة اللي أمنت عليه أضرح؟ أين صحيح؟ إذن ممتاز إذن كثافة التأمين يعني شرط النسبية ما يجي إلا إذا كان أقل أما إذا أكثر خلاص ومه كده كده بيعوضه نعم إحنا عندنا حاجتين بشرط النسبية بنأخذها الآن معنا لاحظوا مبلغ التأمين تم ثلاثة مليون قيمة المصنع يوم الحريق أربعة مليون وأول شيء نحسب كثافة التأمين ببساطة مبلغ التأمين على قيمة الشيء موضوع التأمين يوم حجز الحريق وبالتالي ثلاثة مليون على أربعة مليون بيساوي فاصل خمسة وسبعين يعني ليس أقل من الواحد وبالتالي هنا إذا كان عقد التأمين لأن هنا لابد تكون واضح جداً مع شركة التأمين وشركة التأمين تكون واضحة معك هل العقد هذا يخضر على النسبية معناه إذا زاد مبلغ التأمين عن ما أؤمن له وبالتالي شركة التأمين فقط بتأخذها نسبة وتناسب لكن الأولى إنه إذا في إضافة أو حفظ في شركة أو تقليل من الأصول أو كذا لابد تكون تركية التأمين حتى يتم يشدت سرداد جزء من المبلغ وأيضا تكون ترك التأمين على علم كان كثافة التأمين كان مبلغ التأمين على 3 مبلغ التأمين كان معنا باصل 75 وبالتالي التعويض المدفوع لن يدفعوا 500 ألف لاحظوا هم على 3 مليون لكن مع ذلك لن يحصلوا على 500 ألف لأن العقد يسري على شرطة نسبية يفضع لشرطة نسبية يعني حيعوضوا جزء من المبلغ جزء من الخسارة نسبة وتناسب بما أنت أمنت ل3 مليون وقمت المصنع 4 مليون يعني أنت أمنت على 3 أرباع فقط المصنع وبالتالي نحن سندفع 3 أرباع وقمت المصنع فقط ببساطة واضح واضح طيب لما يكون مثلا هم الحين على أي أساس قيم قيمة المصنع وقت الحديث طبعا تقديري يعني لا مش تقديري لأنه عادة يعني عندما يجي أمن هو بيعطي إما فواتير وإما كذا وأيضا الشركة عنده بإنجلوه منذنية منذنية طيب أيوة بس ليش ما يأمن بنفس المبلغ يعني حد القيمة هذه بتحصل بعض الأحيان إنه مثلا إنه أضمن له يعني صحيح وأضمن له إذا أضفت شيء وإلا نقصت شيء من الموصول لا بد تبلغ شركة التأمين حتى لا يحصل اعتدار إذا حدث حريق أو خطر أو كذا وبالتالي هنا أصلا تبلغ شركة التأمين نعم معلش بس سؤال طيب نحن ندحنين في حياتنا الواقعية لما نجي نأمن مثلا نأمن يعني على الزوجة مثلا ألفين أو تلات ألاف بس الثلات ألاف حتغطي أشياء مرة كتير يعني لا سمح الله الزوجة مرتف بمرض خطير يعني مثلا تكاليفه 150 ألف تغطي التأمين يغطي يعني يغطي أي وليش وهنا في المعادلة لا بأنه ما يغطي لاحظي معايا هذا شرطا نسبية يخضع للأصول أكثر من تأمين الحياة تأمين الحياة حياة الإنسان لا تقدر بثمن يعني حتى الآن ما صدع أن نقول قيمة هذا الإنسان عشر مليون قيمة الإنسان لا تقدر بثمن وبالتالي التأمين التكافلي أو تأمين الحياة أو كذا هذا تماما مختلف نحن نتكلم عن أصول الثابتة كالمصانع والسيارات وكذا سنصل إلى تأمين الحياة وإن شاء الله هذا له قوانينه الخاصة لكن أيضا في المقابل معك فئات كلاس معك A و B و C و D يعني مثلا أنت رح تتأمني أنا أمدت مثلا ال V I B اللي بعد ال A مثلا دفعت خمسة ألاف يعني هنا سعودي تمام بس مثلا لو جاء يعني مرض أو حاجة لا سمح الله يعني وصار عندنا يعني في العائلة والمرض هذا يعني كلفها 150 ألف والشركة غطت كامل المبلغ لأنه عقد طبيعي جدا لاحظي عندك الآن مثلا أنا شطلت بالتأمين فترة طويلة كعملية يعني خيرا لما شرح لكم نظري لها أولا من حيث المبدأ يعني الإنسان وحياة الإنسان لا تقدر بثمن وبالتالي ما تستطيع هذا بمئة مليون وهذا بعشر مليون لكن هذا يخضع للشخص نفس مثلا قلنا لحياة خلاص بتأمني بكم بإيش بتختاري من فئة قلت باختار مثلا V I B ولا بتختاري كلاس A ولا B ولا C ولا D ما الذي يختلف في V I B و A و B و C و D تختلف اللي هم تغطيات ومبالغ يعني مثلا معك إذا حدود مثلا خمسمائة ألف ريال سعودي علاج مثلا معك ربود مثلا المستشفى إلى حدود مئة ألف ولا مئة وخمسين ألف في V I B مثلا تختلف من شركة إلى شركة معك V D ما يدفع علاج إلا مثلا عشرة ليالي في المستشفى ما يدفع علاج إلا إلى مبلغ مثلا مئة ألف وعملية إلى حدود كذا وبالتالي بناء على البكجة اللي اخترتهم تكون الخدمات المقدمة الخدمات اللي مقدمة أي وي يعني أنت تبعتين V I B خمسة ألا ومعك تغطيات مثلا إلى خمسين ألف علاج إلى مئة ألف ركود إلى مئة ألف علاج كذا الأمراض أيضا نفسها كما لمؤطة مثلا نسأل الله السلامة كل الأمراض مثلا الحوادث وكذا لكن دي مثلا دي يقول لك هذه فئة مثلا مؤطة فقطية الحوادث والأمراض كذا وبحدود حد أقصى خمسين ألف مثلا ثلاثين ألف كذا وقيمتها ألفين واضح؟ إيو بس الدكتور معلش أغشو آلين التأمين بس كيف بستفيد التأمين إذا هم بيغطوا يعني هذه المبالغ اللي يعوضوها على اللي يأمن لاحظي عندنا في التأمين نوعين تأمين تقليدي وتأمين إسلامي طيب التقليدي الشركة بتأخذ هذه الأممات من الناس يعني لو أمنت كم عدد السكان في مدينة الرياض مثلا في الرياض صح ولا لا ألا في جدة في جدة كم عدد سكان جدة مثلا يمكن 2 مليون حلاص لو أمنوا لمليون واحد في جدة كم اللي بيمرضوا صحي يعني قليل حيكون صح صح نعم بالتالي شركة التأمين هي حتكون مستفيدة يعني لأنه أنا ممكن أأمن بس طول السنة ما أستخدمه ما أستخدمها صح وفي شركة التالي يأمن بس يستخدم فوق الفائض بالزيادة مرة يعني لا صح يعني 20% مو مستخدمين ومثلا واحد بالمئة مستخدم لاحظ في التأمين الإسلامي التأمين الإسلامي أوضح التأمين الإسلامي قايم على مبدأ التكابل كأننا مجموعة كلنا مثلا نحن نحن 17 في الكلاس إذا مرض واحد مننا بنتفع له لم نمرض كلنا معقولة إلا إذا وزوكا بنعدي بعضنا بعض لكن مستحيل أن نمرض كلنا بنتفع له مثلا 10 ريال وبالتالي وبالتالي في التأمين الإسلامي نتكلم عن صندوقين في الشركة الشركة معار أسمالها بصندوق منفصل وصندوق آخر الذي يسموه صندوق المؤمنين وبالتالي حياة وأسماء واواوا كلنا بيأمنوا في الصندوق ذاك صندوق المؤمنين طبعا طبعا قليل من يمرض يعني إذا شركة التأمين عندنا مثلا كان مجمونا في آخر العام بيطلع معنا اللي مرضوا مقريبا أو حصل لهم حوادث الأوخذ لا يتجاوزوا 10 ألف و20 ألف بالأخير في آخر العام بيبقى أموال تخيل وبيبقى أموال في صندوق المؤمنين وإذا تروح هذه الأموال المؤمنين الإسلامي نسميه الفائضة التأميني نعيده للمؤمنين نفسهم الفائضة التأمين نعم التأمين التقليدي من أول يوم يدخل الشركة حقهم طيب لما يرجو يرجو على شكل إيه فائضة تأميني مثل البنك لما يوزع أرباح من آية العام يعني مثلا عفوا أنا ما بشوفش الأسم بيشوف إنه خلص أبرار ولا مثلا عرفات والله عبد الرحمن يعني طلع لهم من 3% 5% حسابات البنكية موجودة عندنا على طول مباشرة في نهاية العام إذا جدد عندنا خصمنا له المبلغ ما جددش عدنا له المبلغ إلى حساب البنكي ببساطة إذن واضح شرطة نسبية واضح إذن شرطة نسبية فقط نسبة وتناسب أما عندنا مبلغ 500 ألف ولكنك ما افصحت عن كامل المبلغ وبالتالي احنا بلأخذ نسبة وتناسب يا دكتور عندي سؤال بالله يعني إذا ما استخدم الفلوس حق التأمين درجع لعالم لا يعني إحنا الآن مثلاً عشرين واحد مؤمنين في شركة مرض واحد مننا نسأل الله عافية للجميع عالجت الشركة بألف وإحنا المؤمنين كلنا بألفين مثلاً نهاية العام الشركة بتقول قصمنا ألف عالجنا بلاء ببساطة طبعاً الشركات بيكون عدد كبير بسألت لكم مثلاً عشرين واحد ونفقاتنا التشغيلية شغلنا الشركة خلال الفترة بثلاثمائة نفقات سبعمائة بنوزعها عليكم كل واحد بيأخذ الفائضة التأميني هذه الإسلامية نعم الإسلامية أما التقليدية والربوي من اليوم الأول حقهم يكون هدف هاربح صح؟ نعم هو حقهم من اليوم الأول أما أنت عندهم المبلغ حقهم مرض ما مرض الله يشفي الله يعادي ما يهمهمش في الأحد ما قلت سمعنا دكتور بيسألنا الإسلامية أكثر فرق بين الإسلامي والكفر والهذا الثاني بنصل إليه بنصل إليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة فصل كامل التأمين الإسلامي أشرح لكم بس ما في في حياتنا كثيرة الإسلامية ما نسمع لنا موجود موجود لو بحثتوا الشركات الإسلامية للتأمين مثلاً تشتوا في ماليزيا مثلاً شركات سموات القافل في أندونوسيا بي سي آي تقريباً بي سي آي شريعة بانك شريعة نعم في اليمن في الشركة الإسلامية للتأمين وفي شركات أخرى باتحى نوافذ إسلامية يعني شركة تقليدية لكن باتحى نوافذ لمن يحبش المنتج الإسلامي أو المنتج الحلال كما يسمعوا في ماليزيا هنا في ماليزيا يسمو تكاؤل طيب يا دكتور ليه الناس ما تتجه للإسلامية دام إن العائد يرجع لهم بعض الناس مش عارفين طبعاً هو هو إجباري أصمري الزمورة لنا إجباري ظهر مؤخراً ومش كل الدول بتطبقه يعني هنا في ماليزيا متوفرة بشكل خبير جداً وفرقوا عن يعني التأمين عن التأمين التقليدي سمو ذلك تكافل وذلك إيش تأمين لأن التكافل من المتصلح ومن أقول معنى كلمة تكافل يعني إنه إحنا بنتعاون وتكافل وفق منظور إسلامي وإذن لما نسمع كلمة تكافل في ماليزيا تكافل إنشورانس معنى إنه تأمين إسلامي التأمين الآخر الذي لا يخضع له هذه الشروط إذن نواصل قيمة المصنع أغيرنا فقط قيمة المصنع ثلاثة مليون ومئة ألف ثلاثة مليون ومئة ألف ريال فقط فبالتالي هنا عقد التأمين يخضع لشرطاً نسبية والمطلوب الثاني لا يخضع لشرطاً نسبية لاحظوا هنا التعويض المدفوع على الخسارة الفعلية تكافل تأمين ثلاثة مليون في فاصل خمسة وسبعين لأنه يخضع لشرطاً نسبية بالتالي يطلع كم الخسارة الفعلية الخسارة أو المبلغ التأمين أو التعويض المدفوع ثلاثة مليون ملاتين وخمسة ألف ليش مش ثلاثة مليون لأنه قيمة المصنع أربعة مليون وانت أمنت فقط ثلاثة مليون هنا أعتقد كأنه في خطر لأنه أقول لك إذا قدرت الخسارة بمبلغ ثلاثة مليون ومئة ألف وكاتبها الخسارة الفعلية ثلاثة مليون فقط لاحظوا هنا الخسارة الفعلية هنا في المسألة في التعويض ربما صحيح لكن هنا هو بيعتمد على السؤال اللي قبله إنه عندنا هنا المصنع عمل بثلاثة مليون والخسارة كانت أربعة مليون لكن هنا في المسألة الثانية خسارة ثلاثة مليون مئة ألف وبالتالي عند الحال يعود ثلاثة مليون مئة ألف في فاصل خمسة وسبعين نعم بفضل نعم شكرا كم بتطلع نجربه هو غلطان زاد الواحد بس ثلاثة مليون في خمسة وسبعين وثلاثة مليون ثلاثة مليون ومئة ومئة لاحظوا لاحظوا هنا ثلاثة مليون ومئة ألف فيargent هيصير ثلاثة مليون وثلاثة مية وخمسة وعشرين التعويض المدفور الآن ثلاثة مليون وثلاثة مية وخمسة وعشرين لاحظوا إنه مبلغ التأمين ثلاثة مليون والخسارة ثلاثة مليون مئة ألف طبقوا القانون اللي كذبت التأمين على قيمة الشيء مروع التأمين بيطلع نفسه صحبه لا لا حاصل خمسة سبعين نعم ما يتغير هناك الخسارة ثلاثة مليون ومئة ألف نعم إذن هو لابد نحسب كذابة التأمين قبل الحل لكن هنا لأنه قال مثال السابق فاعتمدوا عن مثال السابق لكن إذا جرى كذا في الامتحان من دون ما أكل مثال السابق ما مقدار التعويض يحسب عليه كذا تبدأ أول شيء تحسب كذابة التأمين تضربها في الخسارة الفعلية وطلع عيش المبلغ هنا الخسارة الفعلية الأصل ثلاثة مليون ومئة ألف عددوا عندكم لكن الأهم أنكم تفهموا القانون لذا فهمتم قانون سهل هل تحلوا أي مسألة منك؟ دكتار ممكن؟ ليش ما قلنا الخسارة ثلاثة مليون ومئة؟ ليش قلنا ثلاثة مليون فقط؟ ثلاثة مية راحل وهو في غلط هنا في غلط في الكتاب خطأ مطبعي عدد لي عندك؟ نعم لا مشكلة لأنه قد لا تأتي هذا مش معقول أنه بيطل على المئة في المئة نفس اللي في الكتاب لكن الأهم أنك تفهم كيف تقبل القانون ومتفهم ليش ملزفة المسألة إذن في هذه الحالة في هذه الحالة عندما يكون عندنا في حالة لا يخضع لشرطة السببية كم بيكون التعويض؟ فكانت لا تخضع؟ الخسارة الفعلية كما هي كما هي بحد أقصى ثلاثة مليون ومئة راحل إذا كانت لا تخضع لشرطة نسبية كم كان التأمين؟ لاحظي كم كان التأمين في اللونة؟ ثلاثة مليون إذن الخسارة الفعلية كمين؟ دكتور تحت مية غلط تمام تمام أنا نشتي توصلكم لدي النتيجة الخسارة الفعلية ثلاثة مليون ومئة ألف صح؟ صحيح إذن الخسارة الفعلية بحد أقصى مبلغ التأمين ما بديلش ثلاثة مليون ومئة ألف ليش؟ تأمين أقل من الخسارة نعود في بنت الأقصى أيوة لا يخضع واضح؟ واضح يا دكتور إذنكم أعزب عنده سؤال بالاسترساب في هذا المهم يعرفات السؤال الانترنت ربما عندنا في مشكلة يعرفة ألو بكتور؟ إذا عندكم أسئلة تفضل لو يخضع لل... عرفات السؤالة عندنا لو يتطلق على دلالة فضل لما يخضع للشرط المسرية أسوي كتابة وأضربها في الخسارة وتطلع للرقم لكن لما ما يخضع عرفته لأسوي الخسارة الفعلية ما أسوي كتابة لاحظوا إن عندما يخضع لك شرطة نسبية فنفعل نسبة وتناسب وهذا كثافة التأمين نحسبها اللي مبلغ التأمين على قيمة شيء موضوع التأمين يطلع عليه كثافة التأمين يعني نسبة وتناسب وبالتالي التعوض المدفوع يكون دلالة على نسبة وتناسبة إذا كان أكثر من الواحد يستحق إذا كان أقل من الواحد يحسب إيش المسبة والتناسبة يعني هنا مثلاً فاصل 75 وبالتالي ما دلالة على خمسمائة الكاملة دلالة لو فقط ثلاثة أرباع الخسارة فقط تمام واضح؟ واضح طب لو أكثر من الواحد أحد أقصى واحد لو واحد طيب واحد خلاص مساوي يعني مثلاً إذا كان مبلغ التأمين ثلاثة مليون قيمة الشيء نعم أما قيمة الشيء موضوع التأمين ثلاثة مليون الثالي يساوي واحد إذا هنا ندفع لك يعني إذا أعلى من الواحد ندفع المبلغ كامل مبلغ الخسارة نعم هذا في جرطة نسبية إذا كان هنا لاحظ إذا كان هنا مبلغ التأمين أربعة مليون قيمة الشيء موضوع التأمين أربعة مليون أربعة مليون على أربعة مليون يساوي واحد إذا كم بدفع له هنا تعويض المدفع بخمسمائة ألف بواحد يساوي كم؟ خمسمائة ألف إذا ممتاز جداً إن شاء الله يكون واضح المسألة اللي عنده السؤال يتفضل إطرح في التسجيل راجع على الجامعة يا مبارك راجع على الجامعة الدكتور يارفنا في المثال الثاني بعد الفترة أو اللحظة الجاية كيف ما تحب؟ عفوا؟ شوية شوية المثال الثاني كمان بدريب ثاني ما فيش مشكلة طبعاً طبعاً شوية اليوم لكن ما فيش مشكلة إن شاء الله لاحظوا معنا هنا نثال آخر أماً شخص على مصنعه بلغ 10 مليون من خطر الحريب شب الحريب في المصنع وقبلت الخسار ب700 ألف لكن قيمة المصنع وقت الحريب كم كانت؟ 10 مليون إذن كم كثافة التأنيم هنا؟ حتكون واحد 10 مليون على 10 مليون إذن كم بيكونت تعويض؟ قيمة الخسار الخلالية 700 ساعد سواء خبع لشرطة نسبية أو لم يخبع لشرطة نسبية أيوة، سيطلع على طول نفس الخسار الفعلية واضح؟ من اللي طلبتني أن نضيف مثال آخر؟ واضح جدا إذن شكراً جزيلاً إذن هذا هو النسبية، مبدأ النسبية بالتأمين وعادة المجيء امتحانات من أسلم هوا، عند الشكراً مجيء وعدكم التعويض المدفوع يساوي الخسار الفعلية فهم في حد أقصى مبلغ التأمين عندما لا تحتوي على شرق النسبية هذا بسيط جداً طبعاً وسهل ويسير إن شاء الله ما فيك أي إيجكال إذن المبدأ السادس من مبادئ التأمين وهو مبدأ المشاركة للتأمين ماذا لو ما ننضلش على عبد الرحمن شوف عبد الني طبعاً بنمشي على الأسماد بناء على الأبد ماذا لو عبد الني قال أنا خلاص أمن عند الشركة هذي شركة بمبلغ وأمن عند الشركة بمبلغ وأمن عند شركة سيط مبلغ وهكذا وحدث حريق هل بيستحق التعويذ من كل الشركات بمبلغ نفسه ماذا رأيكم كل شركة على حسب ما أمن فيها كل الشركة لها الأقل الواحد أو أقل الواحد لاحظوا في تأمين بعض رحينا الأثاث المنزج مثلاً حتى يصل إلى مثلاً ممكن تأمين حتى الطابعة والرسيفر والشاشة والكذا فعبد الملك أمن على الشاشة مثلاً حريقة أمن بس أمن على الشاشة دي عند أربع شركة هل بيستحقوا من كل شركة شاشة؟ جراكة عبد المين لا حسب نسبة التأمين اللي أمن فيه عند الشركات كل شركة حتعطينا كل شركة على حسب كم دفع التأمين إذن هذا هو مبدأ المشاركة إنه ما عاد يحصل على إنه كل شركة باتعوض وتعوض لأنه هنا بيحصل في نوع من البلاء وبالتالي جميع شركات التأمين تشترك في دفع التعوض المستحق وبالتالي التقسيم بناء على المبالغ اللي أمن عندها أولا بمئة ألف عند المجموعة بسبعين ألف واربعين ألف وهكذا عفوا إذن المشاركة في التأمين نصيب الشركة في التعوض يساوي مبلغ التأمين لدى الشركة المعنية على مجموعة مبالغ التأمين لتجميع الشركات للخسارة الفعلية طبعا نقرأوا شروط تبيق مبلقة المشاركة اللي ما عنده الكتاب راسي يرسلوا الكتاب طبعا إنه البعض ما عنده وش عنده الكتاب كتاب مهم إنه واحد يطلع عليه ويقرأ خاصة لمن يعمله يعني في الإدارة والمحاسبة وكذا يكون مطلع عنده وعنده فكرة على هذا طبعا بحسب القانون اليمني إذا تم التأمين على شيء أو على مصل أو مصل على أكثر من مؤمن بمغالب تسليمته على قيمة الشيء والمصرح المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزم بالتبع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه والقيمة التأمين المجتمعات من أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن لو قيمة ما أصبه من الحريق هذا نص قانوني وأكد على مبدأ المشاركة خلونا نوضح بمثال إذن قام شخص بالتأمين على الحريق نص الله جلدنا وإياكم الحريق إذن ما بنأخذ شيء ماذا محريق ما بنأخذ حي بالتأمين على منزلهم الخطر للحريق من مبلغ مليون لكنه راح على ثلاث شركات شركات ألف وباو الجيد الأولى أمن خمسة مئة ألف عند الثانية أمن قيمة المنزل ثلاث مئة ألف عند الثانية أمن قيمة المنزل ثلاث مئة ألف على التوالي وقع الحريق لكن الأضرار قدت بثمانية ألف وقيمة المنزل عند وقوع الحريق مليون كم سيكون مبلغ التأمين أو مبلغ التعويض المدفوع الذي سيحصل عليه وكيف يتم توزيعه على الشركات الثلاث أولا نحسب كذارة التأمين كذارة التأمين عفوا بما أن مبلغ التأمين نفس قيمة الشيء عند وقوع الحريق ستكون واحد كذارة التأمين لأن كذارة التأمين تكون واحد بسنين صعب نعم ممتاز جدا إذن مبلغ التأمين على مبلغ التأمين مليون على مليون تساوي كم واحد إذن كذارة بنوزع على الشركات فلتوزع على الكل ومبلغ التأمين على مجموعة المبالغ أيوة لاحظوا معنا الآن بنروح على الشركة الأولى نحن الآن بنعوض صاحبنا عبد الملك هذا حريق ما فيه فنعوضه 800 ألف أيوة قيمة الخسارة الخسارة فقط ما بنعوضهش مليون طبعا في بعض الناس لاحظوا أنه لابد يكون النبيين اللي يشتغلوا بالتأمين أو كذا بعض الناس بتكون معوقد البيت كذا ولا المقالة ما تشتغل ولا كذا بيحرقها وبعد البلاق علشان هي يحصل على تعويض وبالتالي هنا في عدم حزنانية في تسبب فهنا عندنا مبلغ التأمين على قيمة شيء مبعوى التأمين كثافة التأمين ساوي واحد بما قاله كان قيمة البيت مليون وقيمة يوم الحليل مليون وفق القانون التالي نصيب الشركة ألف من التعويض المدفوع مبلغ التأمين للشركة ألف على مدفوع مبلغ التأمين للشركة الثلاث في الخسارة الفعلية فكزوا على القانون وبالتالي أمن عند الشركة ألف بكم خمسمائة ألف خمسمائة ألف إذن خمسمائة ألف اللي مبلغ التأمين للشركة مدفوع مبلغ التأمين للشركة الثلاث كم أمم؟ مليون مليون كما هو في المثال موجود معكم هنا في الخسارة الفعلية كم كانت الخسارة الفعلية؟ ثمانمائة ألف ثمانمائة ألف إذن عندي خمسمائة ألف مبلغ التأمين للشركة ألف على مبلغ التأمين للشركة الثلاث مليون في الخسارة الفعلية 800 ألف يلا حسبوها الآن نصها 400 إذن 500 على 500 ألف طبعا مش في شيء 50 ألف نقص صفر نص الخسارة إذن 500 ألف على مليون في 800 ألف بساوك 400 لأن هنا بيكون 500 ألف على مليون بساوي نص نص في 800 بيساوي 400 إذن نصيب الشركة 300 ألف 300 ألف 300 ألف 300 ألف على مليون عفوا مجموعة مبالغ 800 ألف المسارة الفعلية وبالتالي 300 ألف على مليون كم بيساوي؟ 240 240 240 300 ألف على مليون 800 ألف 800 ألف 800 ألف 800 ألف نعم نعم بيطلع فاصل ثلاثة صح؟ فاصل ثلاثة 800 ألف بيساوي كم 240 ألف الشركة جين نفس الفكرة مبلغة تأمينة الشركة جين على مجموع مبالغة تأمينة الشركة الثلاثة في الخسارة الفعلية هو عوض أدئمن عنده 200 ألف والخسارة مجموعة مبالغة تأمين مليون والخسارة الفعلية 800 ألف وبالتالي مليون على مليون بيساوي باصل ثلاثة باصل ثلاثة في ثمانمائة ألف بيساوي كم 160 ألف ونجمع المبالغ بتعطينا ثمانمائة إذن إجمع المبالغ بيساوي ثمانمائة ألف من كل شركة أخذت ثلاثة صح؟ عفوا يعتبر من كل شركة أخذ الثلث لا لاحظيني معك نسبة وتناسب 400 ألف لأنه أمن عندهم بـ 500 ألف الشركة الثانية 300 ألف لأنه أمن عندهم عفوا 200 ألف ألف لأنه أمن عندهم 300 ألف الشركة الثالثة هي نسبة وتناسب نسبة وتناسب بحسب كثافة التأمين كم طلعت لنا كثافة التأمين واحد هنا لكن التعويض الخسارة الفعلية ثمانمائة وبالتالي ما نستطيع نقول نعوضه لو كان الخسارة مليون بنقول خلاص بحسب ما أمن 300 ألف بتروح 300 ألف و 200 ألف بتروح 200 ألف وهكذا واضح أليس كذلك؟ نمر على الأسئلة سريعا الموجودة في تشات واللي عنده سؤال يرسل لي متى تنزل المحاضرة في اليوتيوب شوفها شوفوا الجامعة سميرة تقول يا دكتور ما تنزل المحاضرة أسألوا الأخر مزي الأخر مزي الأخر مزي قال أسبوع كم تقريب انت تاخذ فأشوفوا بلقكم بتواصلوا معي إذن التأمين الإسلامي وذب إن شاء الله المحاضر القادم اللي طالب التسجيل بأنشوف إن شاء الله الجامعة عرفات بشر رسل لك الكتاب الوحدة الخامسة هذا ما نوزوم يا دكتور نشيل الوحدة الخامسة فنصل إليها قال لي وزوم يا حبثة تغيروا اسماءكم الأسماء الحبثية إذن نواصل نواصل إذا كان التأمين دون الكفاية قادوا عندكم وقت الصلاة الآن نفعل بريك ولا نواصل ما في بريك لسه 6 الاربع يقدم كم باقى لأنا بقي نص تاعة أوكي نحن نزيد عشر دقائق ثم نفعل لكم بريك نعم نبقي عشرين دقيقة على الأذان إذن ممتاز ممكن نزيد عشرين دقيقة ثم نفعل لكم علشان الجميع يلحب قام شخصة بالتأمين على سيارته من خطر التصادم بمنبلغ مليون خمسمائة ألف لذا ثلاث شركات هي ألف وفا وجين على النحو التالي أما عند الشركة ألف بسبعمائة ألف والشركة بابها بسبعمائة ألف الشركة جين بمئة ألف حدث تصادم وقدرة الأضرار بستانية ألف لكن السيارة يوم التصادم كان قيملها مليون سبعمائة ألف فلاحظوا كم سيكون التعويض إذا كان نخضع لشرطة نسبية أو لا يخضع لشرطة نسبية في حال يخضع لشرطة نسبية من كثافة التأمين نحسبها أولا نبلغ التأمين على قيمة الشيء وضوع التأمين وأمن السيارة بمليون خمسمائة ألف وقيمتها الفعلية مليون سبعمائة ألف وبالتالي نقسم مليون خمسمائة ألف على مليون سبعمائة ألف يطلع لنا بوينت ثمانية وبالتالي هو لن يحصل على التعويض ثاملا إنما سيحصل على ما نسبته ثمانية وثمانين في المناء فقط تسبب التناسب وبالتالي لن يحصل على كامل الخسارة فالخسارة الفعلية كانت ستمائة ألف حانما بكله ستمائة ألف في فاصل ثمانية ثمانين بشارة 528 وبالتالي هنا التعويض يخضع لشرطة نسبية أما إذا كان لا يخضع لشرطة نسبية فالمبلغ التعويض ومبلغ الخسارة يعني هو يتحمل البادي يدبر نفسه أكيد والأصل أنه يفصح عن إيش عن القيمة الفعلية للسيارة عند التأمين إذا نواصل مبدأ الحلول في الحقوق يواصل عنده عرفات عرفات موجود عرفات صح موجود موجود عرفات أمن على سيارته هو خارجي نادي أيوة اسمع القصة يا عرفات وأنت خارجي من البيت صدمك سيارة ثاني صدمك صاحب سيارة ثاني أنت قلت له يا حبيبي مشي لك روح أنا مؤمن بجي شركة التأمين تعوض هل يحق لك التنازل؟ نادي يحق لك أنا صاحب الحق يحق لك التنازل أنت مؤمن أمن عند شركة التأمين لا لازم لا لازم شركة التأمين تجي وتشوف صح؟ تفيك أيوة نحن هنا السؤال السؤال إنه لحق العرفات أنا خلاص رح لك يا أخي أنا صاحب يفعل كثير من الحالة رح لك يا أخي أنا مؤمن شركة التأمين تعوض إذا سامح يدفعه من شركة التأمين تأخذ شركة التأمين معي شركة التأمين يشده صح وبالتالي أنت من يوم أمنت ما تتصرف تقول خلاص والله لا بي لا خلاص يا رجال رح لك نحن مؤمنين لأنه مش حقك أنت الآن تنازل عن شيء ليس حق وهذا مبدأ مهم جدا في التأمين أنه المؤمن يحل محل المؤمن في كوافة الحكم حتى بعض الحيان وهذا من فساس اللي حدث عفوا شركة التأمين نعم شركة التأمين ترسل موظفيها في حالة حادث أو كذا فمرة من المرة تسجنوا موظف شركة التأمين كذا للسائل لما تتحرك القضية نزم يا دكتوري سامو نزم نزم يسموهم نزم لين يجي نزم أيها هذا عندكم نواصل إذن هذا هو المبدأ ببساطة باختصار اختصرناها في المصطة الأخي عرفة هم أضح ولا مش واضح والله تضح أكثر دحين مع المثال ممتاز شكرا للأخي عرفة تشكلون ندي من النوت قبيل أي نعم أكيد لاحظوا لا بد أن يسولوا على تشات رسالة لا بد أن عندما تؤمن أكيد أن تتقول لشركة التأمين حصل لك حادث مباشرة أول شيء تصل على شركة التأمين ما تدفع مع أحد حتى لو جاء المرور ما تدفع معه كل أنتظر لما تجي شركة التأمين وعنما تدفع على تكاليف حتى لو في خسارة لو في محامين لو في لا سمح الله علاج كل ما تدفع شركة التأمين بشرطة يكون أنت مؤمن شامل مثلا أما إذا كنت في حسب التأمين أيها يا دكتور حتى السيارات ما مستحيل يعدلوها أو يجنبوها يخلوها زي ما تصار الحادث نعم لما يجي التأمين ويجي المرور وخير إذا نواصل لاحظ صاحبنا أمن على منزلهم من خطر السرقة ألف وباء وجيم مبلغ 2 مليون فكان عند الدالي المؤمن ألف 800 ألف وباء 700 ألف وجيم 500 ألف خلال سريان العقد حدث السرقة ودرت الخسارة البعلي بـ 800 ألف قيمة المسروقات وقدر حدث 2 مليون من خلال التحقيقات تبين أن المتسبب شخص معروف إذن شركة التأمين تبدأ إيش في مقاضاته للحصول على الخسارة الفعلية والتي قدرت 800 ألف إذن قيمة المسروقات هو أمن بكم 2 مليون قيمة المحتويات المنزل وأشبلاحظون القصة قيمة المحتويات وليس المسروقات إنه الخسارة الفعلية 800 ألف يعني كان قيمة المنزل 2 مليون 200 ألف بينما هنا أمن 2 مليون فرق وبالتالي الخسارة الفعلية 800 ألف وعندك مصاريف مقاضة بـ 50 ألف كم مبلغ التأمين الذي يحصل على صاحب المنزل وكيف يتم توزيع مبلغ التأمين في حال وأيضا كيف يتم توزيع التعويض المتحصل من الغير بين الشركة الثلاثة له مصارف المقاضة عندنا الحل بشكل سريع لأنه قد أخذ المدار عليها صاحبنا أمن 22 مليون عند الشركات ثلاثة أو 750 قيمة البيت وليس المسروقات هذا 2 مليون ومائتين وبما أنه كان مجموع مبالغ التأمين أقل في تقيمة البيت فهذا يعني التأمين غير كافي 2 مليون على 2 مليون ومائتين إذن يساوي 91% في حال طبقنا شرطة نسبية يكون معلنا التعويض المدفور يساوي الخسارة الفعلية في كل هذا التأمين الخسارة الفعلية السارك أخذ 800 ألف عفوا 800 ألف 0.91 90% عشان طلع التعويض المدفور نعم إذن بالتالي هذا هي الخسارة الفعلية 728 طبعا شركة التأمين في هذه الحالة لاحظوا مسيكون سارك وكذا شركة التأمينية بتعوضك وبتفهم مع السارك وكذا أنت مالك علاقة وماللك شغل في من بتقاضيه في من بتخرج حقوقها وكذا أنت عرف شركة التأمين لأنها حلت محلك في الحقوق تمام دحان من قد حيدفع قيمة المقاضة شركة التأمين ولا المؤمن أنتوا لما تشوفوا الأحكام اللي تصدر بيقول لك أما مثلا يكون السارك هنا بيتحكم على المحكمة يدفع المبلغ ويدفع مصاريف مقاضة مبلغ كذا يعني المؤمن يدفعها لا السارك يعني هو بيدفعوا لأنهم عرفوا من هو بيمسك ويقاضوا يدفعهم مبلغ المقاضة إذا ما عرفوا شه الساركة دكتور إذا تعوض شركة التأمين لما يجد السارك بعدين تتحمل مصاريف المقاضة وتحمل كل شيء أيو إذا صارك غير معروف خلاص تعوض شركة التأمين بالنسبة اللي تطلع معاك نعم إذا لاحظوا شركة التأمين ألف أنا تعوض عندهم أو التأمين عندهم بكم 800000 800000 800000 في بوينت وعند 90 728 هذا الشركة ألف إذن 728 في اللي هو الخسائر الفعلية على مبلغ التأمين نحسبها ثم بطلع لنا 21 فهذا نصيب إيش التزام الشركة التأمين ألف شركة باء بما أنه كانت الخسارة وفقا للنسبية 728 المبلغ التعويض في 700000 المعوض عند الشركة باب 700000 وقيمة الشيء التعويض على 2 مليون إذن الشركة باب تدفع 154 ومن أمن عندهم 700000 شركة جيم 728000 في 500000 على 2 مليون 182 إذن يتم متحصل المبلغ من الغرب للشركة 3 على نحو التالي مبلغ متحصل على من الغرب 800000 مصارف مصارف المقاضاة 50000 كاملا مع نصائف المقاضاة إذن بيأخذوا من السارق 800000 لكن بيعودوا صاحبنا إذا كان عقد التأمين فقط بما يساوي 91% والباقي لشركة التأمين إذن إذن لأنه شرط العقد يخضى على شرط النسب إذن صافي المبلغ المتحصل من الغير 800000 ناقصا 750000 يساوي 750000 إذن صافي المبلغ المتحصل أكبر من التعاوض التي تدفعت شركة التأمين بالتعرف إلى شركة التأمين التي تحتفظ لنفسه بمقدار ما دفعته وهو 728000 حيث تحصل كل شركة على مقدار ما دفعته بحال عدم النسبية لكن بحال النسبية شركة التأمين تخضع النسبة والتناسب واضح واضح ممكن السؤال بيتون عفوا ممكن السؤال لا لا الشرح واضح هذا اللي شرحنا نعم واضح بس في سؤال واضح في صفحة 110 في المثال رقم 4-6 لما نطلعنا النسبة اللي هي 0.88 لماذا ضربنا بالخسارة الفعلية ووضعناها على شركات الثلاثة في شرط مسبية 110 110 لاحظك معنا لاحظ أنه كان أمن بثنين مليون أليس كذلك أها عشان أقل صح نعم بينما كانت القيمة البيت طبعا المشروقات السارق ما سرقش الثنين مليون دكتور هي تقصد المثال اللي قبله اللي طلع عندنا كثافة التأمين 088 صفحة صفحة 109 خلاص 88 خسارة الفعلية 600 ألف لاحظوا أنه مبلغ التأمين أمن بمليون وخمسة بينما كان قيمة الشيء موضوع التأمين مليون وسبعمائة أكثر وبالتالي بيكون الكثافة أقل من الواحد وبالتالي بيستحق ما قيمته أو ما نسبته فقط 88 80% لن يستحق كامل المبلغ طاضح هي قصدها أنه ليه ما وزعوا لدى شركات التأمين كل شركة كم تطلع هو بس بالمثال ما خلص الحل نعم نعم ما بش مشكلة مش تفهم أنتو القانون متعرك وكيف توزعوه ولأن المطلب هنا ما قاله أنه كيف يتم التوزيع ونقلب التوزيع لما هذا السؤال لاحظ هذا قاله كيف سيتم التوزيع المبلغ وكيف كم يكون فبحسب المطلوب إذا ما وجمك بسؤال كيف سيتم التوزيع نكمل الحل لا ما طلب نعم إذن هذا كان الوحدة الرابعة ننقل الوحدة الخامسة نفعل قليلا ثم نفعل لكم الوحدة الخامسة إعادة التأمين الإنشورانز إيش معنى إعادة التأمين فنعنده فكرة إيش معنى إعادة التأمين من يضيف بس أنه طالبين التأمين ما لهم دخل بأي شي خلاص تكون العلاقة بين الشركات الأصلية والشركات الباشرة من يضيف لما ما تستطيع الشركة التأمين الأصلية أنها تغطي للحماية أو تغطي الخطر المؤمن عليه تكون تستنجد أو يعني تطلب مساعدة شركة ثانية كبيرة إنه تأخذ ببسط لكم أيها أحسنتي أنت أقرب الآن للإجابة بس أنا بسط لكم المفهوم الآن عندي مصنع أسمنت عمران قيمته مثلا عشر مليون بولار جاءت شركة قيمتها أو رأس مالها فقط مليون أو مليار ريال يمين وأخذت المصنع وأمنت عليه عمليا ما عندها المبلغ الكافي في حال حصل الحريق مثلا المصنع أن يتعوض كيف تصنع في هذه الحالة ما عندها قدرة استيعابية فبتروح لشركة أكبر وتتعاقد معا والتالي ندخل لشركة عادة التأمين وعادة تكون قارجية أو موجودة في السوق المحلي طبعا في حالتين في عادة التأمين على مستوى السوق المحلي مثلا لو كنا نأخذ السعودية اليمن أنا التأمين مضرب فيها بشكل كبير جدا شركات التأمين في السعودية مثلا بتتعاون عندما خلال أرامبو أرامبو أمنوها عند شركة من شركات التأمين شركات التأمين هذه السعودية قالت ما أصدع تحمل هذا الخطر لوحدي إيش رأيكم يا شركات تساعدوني وتأخذوا جزء من إيش من المبلغ فيتم توزيع إذا كان مثلا فيما في شركات مين تريليون كذا دولار كل شركة بتأخذ عشر أو مئة مليون دولار مثلا تم تقسم المبلغ والشركة اللي جابة اللغة تأخذ عمولا تأخذ حصة وتأخذ عمولا في حالة يكون التأمين عالمي أو إعادة تأمين على مستوى العالم مثلا في شركات في أوروبا في ألمانيا أو في اليابان مثلا أو في أمريكا نعطيهم الخطر يعني أنا مثلا عندي مصنع في اليمن حصلت على عبدا تكون مناقصات مثلا المقاولات مناقصة لتأمين هذه الشركة ولكني حقيقة لا أصدع أن أمن عليه وبالتالي أنا أفعل إعادة تأمين في ألمانيا مثلا وأتفق مع شركة في ألمانيا طوالما أنا أعطيكم قطر بقيمة كذا أو تأمين لمصنع بقيمة كذا ومبلغ أقصاد التأمين لاحظوا مبلغ التأمين غير أقصر التأمين أقصاد التأمين اللي بتتبع الشركة أقصاد التأمين مثلا طلعت إذا كان قيمة المصنع ما يتملع دولار طلعت عميني مثلا مليون دولار أقصى أنا أعطيكم ثمانين مليون ولي عشرين مليون عمولة في حال حصل خطر خلاص شركات التأمين ما الطالب الشركة المؤمنة هو شركة عادة التأمين لتعويض وبالتالي أصبحت هذه مثل الوسيق بينهم في الحالة الثانية لا تم تقاسم الخطر خط 50% أنا خط 50% ولا ثلاث أربعة شركات كل شركة أخط عشر عشر في حال حصل الخطر يتعامن جميعا ويتم دفع هذا المبلغ إذن نتوقف هنا إعادة التأمين صفحة من 20 إذن نواصل في موضوع إعادة الثانية فالمؤمن له بيأمن عند شركة تأمين مباشر شركة مثلا نأخذ مثال واحد منكم مثلا على ولا أي طالب منكم عنده سيارة أمنها عند شركة من الشركة الشركة أمنت عادة تأمين الشركة عند معيد تأمين عند شركة أخرى لريأنشورانس عند تعرض المؤمن المباشر لخطر عند تعرض المؤمن لخطر يتعامل مع المؤمن المباشر وهو من يتعامل مع معيد التأمين وzet عقول أنه أنا أمن سيارتي عن شركة وعندما يحصل له حادث مثلا يقول لي روح طالب معيد التأمين أنا تعاملت معك ما تعاملت مع مع pumpkins time وبالتالي أنت يجب أن تتعامل إذن إعادة التأمين هو ترتيب مكان موجود وشركة التأمين من الدخول بعقدة مع معيد التأمين بغرض تعود شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتبها الشركة بشكل مباشر لا ما ذكرت لكم الشركة في السوق اليمن أو في السوق السعودي تأخذ مجموعة من الأخطار أو تؤمن مجموعة من الأصول ثم تعيد تأمين من شركة في ألمانيا وهكذا عندما يحصل خسارة تقوم المؤمنة بالتواصل مع الشركة المحلية وهي تقوم ناشية وراءة بالتواصل مع الشركات معيدي التأمين إما المحلية أو الدولية وبالتالي توفر لنا سعاة اكتابية للرأس مال الشركة مليار وبالتالي الشركة تصل خلاص إلى أن تؤمن تصل إلى مليار وخلاص يتحمل واختار بعد ذلك لكن هي بتوفر دخل للشركة أيضا حتى ولم يكون إلا يشعر عمولة والنسب لأنه مش معقولة أنا أجيب مثلا لشركة في ألمانيا عمل من اليمن وما أخذ نسبة عمولة أو سميها أخذ نسبة من المشروع أو كذا لكن ما للمسؤول مسؤولية مباشرة أمام القانون وأمام المؤمنة هي الشركة المحلية للأخير أنت إذا عندك مشكلة مع معيدة تأمين هذا تفهم أنت وياهم لماذا تعتمد شركات التأمين على عيدة تأمين؟ أولا محاوضة على استقرار نتاج الكتاب من خلال تحقيق وقت أجد رسيل بين تقلب المقالبات؟ حماية رسيل مال يا دون فضلي ما فهمت والله عادة التأمين تعريف اسمك أسماء صح؟ أيوة أسماء عندك سيارة بحتي أمنتها في شركة في السعودية الشركة دي في السعودية رأسمى لها مليون ريال سعودية لنقل مثلا لكنه قد أمنت عشر ألاف سيارة وبالتالي خلاص ناس ما لها مقابل ما يسمى السيارة التي أمنت عليها هي تريد تشتغل أيضا فبالتالي قبلت أن تؤمن لك السيارة فتبحث عن شركة أخرى تؤمن السيارة أنت مالك علامة خلاص انتهى دورك أمنت عند الشركة دي ورجعت البيت شركة التأمين تقوم بمراسلة شركة دي عادة التأمين إما المحلية وإما الدولية قلهم والله عندي كذا وكذا اشتأمنهم إما سيارات قلوا أوكي قلوا والله أخذنا من المؤمن له أخذنا من أسماء مثلا بسط التأمين ألف ريال سعود وبالتالي بنعطيكم ثمان مئة وتأمنوا لها السيارة ونحن لنا مئتين مقابل عمولة ومتابعة وفي حال حصل لها شي نحن من سنذهب ونحن من وهكذا مقابل القدمات وتشغيل تركة العادة أمن تقول يوم الكالي خلاص واضح يا أسماء أيوة واضح أيضا ممتاز جدا نواصل إذن حماية رأس المال والفعض المالي زيادة الطاقة الاستيعابية المساعدة بتحقيق طلبات المالية المالية أيضا التقليل من حدة تركز الأخطار لأنه تخيلوا لما يكون أنا موزع الأخطار يعني موزع عامل إعادة تأنيل عادة كبير جدا من الأخطار وبالتالي لما يجي لخبر يعني أنا لما أتكلم عن كلمة خبر في التأنيل معناه لما يجي حاجة خسارة كذا يكون قد وزعت هذا الخبر على شركات لن تتعطر شركات يعني مثلا في اليمن قبل فترة حريقة محل كبير جدا اسمه المدينة تركية للأهال طبعا تقريبا يفق مليار ريال يمن وربما مؤمن عند شركة يمنية رأس ما لا ربما مليار أو أقل وبالتالي ماذا لو كانت شركة التأمين اليمنية هذه خير مع إذا التأمين عن شركة أخرى في الخارج معناه خلاص تدفعوا المبلغ وظلقوا اليوم الثاني تروح لأنه لكن هي تكون قد عادت تأمين هذه المدينة كلها وهذا المعرضة الكبير جدا بالتالي بتكون نسبتها أو حصتها خمسة في المئة ولا عشرة في المئة والبقائش على شركات أخرى والشركة هذه بتكون عملاقة يا دكتور عندي سؤال بطلا مثلا شركة النفط الآن لو ما يجي القاطرات لو ما يجي لحملة المحطات إذا حرقة القاطرة هذه اللي انفجرت و أنت ما أمنع على حافل والنفط ما أمنع عليها أو لا أنا في نفس اللحظة نعم نعم مؤمن كل لاحظ حتى المصافي والحق والحق للنفط نفسها مؤمن لأنه النفط يا دكتور بيكون ضمن الخسارة شركات لاحظ شركات النقل نصل إلى إن شاء الله إلى النقل البحري ونعرفكم على النقل البردي ونقف بيأمنوا عادة لما تجي عرفات مثلا معك ألف ألف قاطرة جيت عليها تأمين أنت تجي لشركة تأمين تجي لهم كشف بالأرقام والنقاطرات وتفاصيله وهم يعطوك وثيقة من قرد ما تول لأن العملاء الكبار لاحظت تعامل معهم تعامل آخر غير لما أنت صاحب سيارة أنت مؤمن سيارة بالتالي شركة تأمين بيبحثوا عليك شوية لكن لما يكون عميل كبير شركة عملاقة وبالتالي الخسائر بتكون بسيطة بيتعامل مع حتى ولو لم تكن ضمن المؤمن لها بيتاهلوا معهم لأنه قولك هذا عميل كبير لابد من تسببه كل شي مؤمن خاطرهم وتكون مؤمنة ضمن السيارات والنفط ضمن الأصول وبالتالي مثلا محطة النفط كلها مؤمنة مش عارف في اليمن لكن هنا مثلا في ماليسيا كلها مؤمنة شركة تأمين واحدة مثلا بتروناس مثلا تؤمن عن شركة تأمين شيل تؤمن عن شركة وبالتالي هم يفعلوا كل الأخطار المتوقعة تسرب النفط أيضا الأثر البيئي المسؤولين المدنية لو حصل مثلا انفجرت القاطرة أو خزان المازود مثلا واحترقت سيارات وبشر وبالتالي كل هذا يتم التأمين عليه بوثائق شاملة يا دكتور القصة حدثت في اليمن لكن ما حد ما أمن عليها عني الرجل هذا الإشكى أشوف الرجل خاتر صاحب في اليمن هذه الكصص ولا ولا حصل بينما متاح التأمين على ذكرة أنا شطلت في اليمن وعرضت متاح حتى متاح في اليمن نتأمن على أثاث البيت يعني مثلا واحد زملائي أمن حتى على ما يسمى يسمى الرسيفر وكذا حركة زيذا اليوم عمر متاح التركات تقدم هذا الدعوة هذا النوع من البوليس وبالتالي هو الناس اشتوى وعي تأميني طبعا كثير من الناس يقول لك حرام التأمين وكذا في اختلافات من العلماء من حرم هم كل حرموا كليا من العلماء من أباح طبعا أباح التأمين الإسلامي وأما التأمين التقليدي فهو يعني لا زال إلى الآن مجامع الفقل من تجيزه لأنه قايم على بعض النقاط وكذا إن شاء الله سنشرحها في المحاضرة القادمة النقاش فيها يقول التأمين أنا ما سمت بالتأمين هذا بعد ما درست ما فريف هذا ولا القراء لا لا ما في حاج اسمها تأمين طبعا 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 تأمين المعلم في اليمن لما كنا نشتغل في الشركة التأمين أوصلناها التقريب لكل مديرين تأمين معلم سمناه خدمة للمعلمين تأمين معلم حصل حادث حصل موت وكذا بس بسيط مقارنة بما يقدم في البلدان الأخرى نأخذ الآن إعادة التأمين ما هي طرق إعادة التأمين الطريقة الأولى أنا أتفق مع شركة ألمانيا وفي اليابان إذا حصل لنا أي شيء بنعيد لكم إذا حصل لنا أي تأمين سنعطيكم 30% من أي حصة من أي عملية ونخصم 3% أو 5% طبعا هذا التأمين قبل لما يحدث هذا اللي حد أنا أتكلم على اليمن قبل فترة 2014 وبالتالي شركة التأمين تقوم بعقد اتفاقية مع شركة العالم التأمين تؤمن لها مثلا أنا أتفق مع شركة في اليابان أعيد لكم 30% يعني أنا لو حصلت المصنع بقيمة مليون أرسل لكم 30% من هذا المصنع يعني مقيمة 300 ولكن سأخصم 5% ولا 10% ولا 20% عمولة ومقابل أتعاب لاحظوا معايا هنا المثال الظاهر أمامكم أنه الاتفاق نقوم بعد 30% أي عملية بعد خصم 3% من القصر كعمولة لها فإذا قبلت عملية لتأمين قطر الحقيق على مصنع مبلغ تأمين مليون فإن قصط التأمين يقدر بقاصل 6 بالألف لاحظوا أنه سابقا شرحنا لكم كيف نحسب إيش هذه الأسعار طبعا أسعار التأمين بتأخذ بعضها بالألف بعض الأحيان تأخذ بالمئة لما تكون الأخطار عالية وبالتالي عندي قبلت عملية للتأمين قطر الحريق على مبلغ تأمين مليون كان القصد 6 بالألف والوثيقة تقضع لشرطة النسبية والخسائر كانت بالستانية ألف وقبلت قيمة المصنع ووقت الحريق لمليون مليون ألف طبعا هذا مركب الآن الشريك تحسب كثافة التأمين وإذا كان يقضع لشرطة النسبية أو لفير النسبية وكذا لكن هنا بيقولك حدد الالتزامات هي أدعاد التأمين من التعويضات والأقصاد بالبداية نبحث عن كيف نطلع قصة التأمين اللي هو السعر اللي قلنا 6 بالألف في مبلغ التأمين 6 بالألف هو مبلغ التأمين كان مليون 6 بالألف في مليون بيطلع لنا 6 ألف 6 ألف إذن كثافة التأمين مثل ما شرحناها في القصة السابق مبلغ التأمين على قيمة المصعب في التأمين وقت حدد الحريق مليون على مليون 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 إذن بيساوي 0.380 تقل من الواحد بالتالي تعويض المتفوع 600 ألف في 0.380 بيساوي 498 هذا بناء على كثافة التأمين إذن الالتزامات هي إعادة التأمين على تعويض المتفوع 30% في 498 شركة إعادة التأمين ستدفع فقط 149 1400 ما نسبته 30% من المبلغ التعويض من المبلغ التعويض المتفوع من الأقصاد كم بتأخذ من الستة الألة 20% و 3% من العمولة برضه حيث نتفقنا أنه نعطيهم 30% ونخصم 3% نتصر نحن ما جاب لقصة التأمين مبلغه كامل جاب له 6 نسبة من المبلغ التأمين عشان كذا ضربنا في مبلغ التأمين نعم لاحظي المدالة 30% من الأقصاد بأدفع 30% يعني ونتفق عليه لكن عندما أدفع له أنا أقصاد أخصم عمولة وعندما هو يدفع تعويضات ما يخصمش عمولة لا هو يدفع تعويض لـ واضح؟ أيوة واللتزام اللي عليها غير حصة هيئة التأمين هي عادة التأمين نعم إذن كان عليه أنه ندفع له 30% من قصة التأمين اللي هو 6,000 ندفع له 30% من 6,000 وننقص عمولة لـ 3% إذن 30% في 6,000 كم بيساوي؟ بـ 18,000 18,000 ناقصاً 180 لـ العمولة اللي هو 3% في 6,000 إذن أنا أدفع له 1620 أقصاً واضح؟ واضح اللي عنده سؤال أو كذا قبل ما ننتقل إلى طريقة الفائب هذه الأولى طريقة الحصص إنه وزع بيني وبينهم مثلاً شركة الأمين عمولة 30% شركة أورا 20% شركة ثالثة عجرة في الناو هذه طريقة الفائب واللي بيعصد فيها الكثير من كلها بوقتة لمنحان طريقة سهلة وبسيطة طريقة الفائض عندي شركة احتفاظها من خطر معين بلها مئة ألف يعني وإذا أمنت مثلاً لنقول شركة من الشركات فقط أدادها تحتفظ إلى مئة ألف إذا جالها خطر أكثر من مئة ألف تبدو هذه قصة الفائد تبدأ تواصل مع شركات يكون معي التفاقية مع شركة ميونخ في ألمانيا شركة كذا في لندن شركة في نيويورك خلاص أنا قدمعي بينه أنا يوم عقد إنه في حالة تواصل مبلغة الأمين عندي مئة ألف أنا أحتفظ بعد حق مئة ألف مع شركة ميونخ في ألمانيا مثلا إلى مئة ألف ما زاد على مئة ألف بوزعه في شركة لندن لتأمين مثلا ما زاد على مئة ثلاثمئة ألف بوزعه على شركة كذا وهكذا تفاقية مسبقة فعندي الآن شركتي فقط أستطيع الاحتفاظ إلى مئة ألف ومعي تفاقيتين تفاقية فائد أولى مع شركة في ألمانيا مثلا تفاقية فائد ثاني مع شركة في لندن معي مع الأولى عشر خطوط ومع الثانية خمسة خطوط كيف أعرف قيمة الخطوط من يقول لي هذي اللي بيقع فيها كثير من دولار أيام ووقت الأصحيح والإنحانة والدفاقية تفاقية الحد الذي يقدر على تحمله الاتفاقية الأولى والاتفاقية الثانية كما الحد اللي يقدر يتحمله متاعسة الخطوط الأولى والثانية لاحظي الخطوط والخط يقاس بيش في المبلغ اللي أستطاعت أحمله في المبلغ الخط هنا لأنه أنا أستطيع أن أحتفظ بمئة ألف واضح؟ واضح؟ الفائز الأول مليون أقصى قيمة أول ما فهمت معنا كلمة خطوط فنصر لي لما يجي لك كلمة خط في الامتحان معنا مقدار ما تستطيع أن تحتفظ به أيها هيئة الاتفاق الأولى هيئة التامية لي أنت قبل أن تصلي يعني مثلاً الشركات تحتفظ بمئة ألف إذن في مثل الخطوط في مثل كل خط مئة ألف وبالتالي بحسب الاتفاقيات اللي بيعملها بقول أنت عشر خطوط معنا مليون أنت خمسة خطوط واضح لهنا صح ولا لا؟ واضح واضح ممتاز جداً جاءت لهذه العملية فيهم الأول جواحد أمن ثمانين ألف في اليوم الثاني واحد جاء أمن بمئة ألف في اليوم الثالث واحد أمن مئة وعشرين ألف في اليوم الرابع واحد أمن بمليون في اليوم القامس أمن بمليون مئة ألف في اليوم السادس واحد جاء أمن بمليون مستمئة وعشر ألاف أخذ كل حالة على حدو نبدأ بالأولى الثمانين ألف هل أستطيع تقضبها ولا أوزعها؟ نحتفظ فيها لأنها أقل من المقرر لأنه مبلغ التأمين أقل من المبلغ المحتفظ فيه نعم إذن ثماني ألف نحتفظه عندنا كاملا مبلغ الثاني اليوم الثاني مئة ألف نفس ما لأنه يساوي قيمة المبلغ المحتفظ به وبالتالي لا يوزع ما نحول ممتاز اليوم الثالث مئة وعشرين ألف نحتفظ بالمئة والباقي من المبلغ نعطيها اتفاقية الفائضة الأولى لأنه اتفاقية الفائضة الأولى معي إلى مليون حيثهم إلى مليون هنا في اتفاقية الفائضة وإذا ما زد على المليون نتخل إلى اتفاقية الفائضة الثانية إلى اتفاقية الفائضة الثانية ممتاز في اليوم الرابع جاءت لي مليون كم سأحتفظ مئة ألف مئة ألف حيث لأنه تأمين لأن الاحتفاظين نغطى معين فقط من أداء صحيح هذه الشركة الثانية تفاقية الفائضة الأول كم؟ 900 سنوات وبالتالي الشركة الثانية تفاقية الفائضة الثانية؟ شكرا لسه ماذا در لو مثلاً فعلنا تفاقين الفائضة الأولى تغطين نعم تغطين ما في داعي يعني لأنه تغطيني إلى مليون دكتار لو كان المبلغ مليون وثممائة ألف كيف لا مليون بانصلي لها لا تستعدل بانصلي لها ستة أشوف شوفي ستة نفس سؤالك خمسة عندي مليون ومائة ألف مبلغ جاء واحد أمن بمليون ومائة ألف هتفظ بكم؟ بمية حاجتي مائة ألف وأروح عشر خطوطي تفاقية الفائضة الثاني مليون صحيح يبقى لي مائة ألف وين أروح بها؟ نرجعها للمبلغ المحتفظ يعني المؤمن الأصلي لا أروح رقم خمسة وليس ستة مائة ألف عندي اللي هو المبلغ المحتفظ يستطيعي إلى مائة ألف معي تفاقية بمليون مع شرك أورا طبنا لهم المليون بقت مائة ألف أروح بها لاتفاقية الفائضة الثانية فائضة الثانية لأنه الاتفاقية عندهم إلى خمسة مائة ألف عندي رقم ستة مليون وستة مائة وعشر ألف أنا احتفاظي مائة ألف أبز مائة ألف في البداية أقول لكم بعد إليش طلعت مائة وعشر ألف رحنا إلى اتفاقية الفائضة الثانية كم كانت عندهم؟ أقصى حد مليون عشرة خطوط مليون أعطيناهم المليون اتفاقية الفائضة الثانية خمسة خطوط فقط سمية ألف سمية ألف فقط لنا عشرة ألف من بل 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 بحبا أنا رجح عملي أنا رجح عملي لأن أنا المسؤول لأن أنا اللي أخذت القطر أنا اللي أمنت ما لم أبحث عن اتفاقية الفائضة الثانية فأحتفظ بعين واضح؟ واضح إذن إعادة التأمين مهم جدا كما ذكرنا لكم وفصلنا به سابقا فعندنا طرق مختلفة لإعادة التأمين طرق قانونية وطرق قانية فالطرق القانونية طريقة اختيارية وطريقة الاتفاقية وطريقة الاختيارية الإجمارية ومجمعها على التأمين تقرؤها من الكتاب وعندنا في الطرق الفنية مجمعات الطرق النسبية ومجمعات الطرق قريراً نسبية هذه موجودة هنا في الكتاب تقرؤها فتطلعوا عليها بقى لنا تقريباً في حدود ثمان دقائق لأسئلتكم ونفعل مقدمة بسيطة في إصابات العمل مقدمة بسيطة لأن نصل إلى الوحدة السادسة طب الآن أمشي إلى الوحدة السادسة في عدد التأمين في الخطر العشوائي وهذا موجود في الوحدة الأولى أيها الخطر العشوائي ما نستطيع نقيصه غير قابل للقياس نعم إذن خلونا في عدد التأمين وبعدما نرجع للأسئلة اللي خارج من الوحدة إذن نصل إلى الوحدة السادسة أنا أراني أتجمع الأسئلة كاملة علشان نمر على الكتاب مراجعة سريعة ونشرح لك طريقة الحصص ممكن أن تعيدها على السريع طريقة الحصص ما تعيدها على السريع لاحظوا الحصص إنه أنا أتفق مع شركة الشركات أقول لهم تأخذوا مني ثلاثين في المئات وشركة أخرى أقول لهم تأخذوا مني أربعين في المئات وببساطة أنا أحسب بعد عندما أحصل على تأمين أعطيهم ثلاثين في المئات وعندما أقالبهم بأي تعويض يدفعوا ثلاثين في المئات بس ببساطة إتفاق مع مسبقة بس إشتركنا المليون في ستة من مئة هنا أنا أتكلم المثال صح ولا لا إشتركنا المليون في في ستة بالمئة في ستة بالألف أيها هذا سعر سعر التأمين كل شيء نسعره بناء على الخطر نفسه يعني مثلا الحريق لأنه عادة الخطر ليس مكتفع وحرك قليل جدا وبالتالي بحسب السعر يعني لو عندي ألف محل كم متوقع تحرق منها في السنة ستة مثلا إذن أنا أسعر بناء على هذا أقول تقريبا ستة بالألف لأنه من كل ألف تقريبا بيحرموا ستة واضح كيف التسعير هذا بتجيلك المعطة تجيلك المعطة في الفيلم الخطر العشوائي اللي سألت عليه خطر غير منظم يعني عادة عندنا مجموعة أخطار مصنفة في البداية في البداية بتقرأوا وقتلعوا عليها وفرقوا بينها لأنه بعضها تقريبا جدا بالتحرق من المخاطر لو في أسئلة عليها بتكون أنا مادة أكثر بها كثيرا وما أشرح بها كثيرا لأنها بسيطة ممكن تطلعوا عليها وتبقاؤها ترجمة نانسي قنقر